من برلين ينضم إلينا السياسي والحقوقي والمعتقل السابق ماهر إسبر مرحبا بك أستاذ ماهر الناس تريد أن تعرف تفاصيل أكثر عن ما يجري في سجن سيدنا ولكن قبل ذلك كيف يمكن توثيق كل هذه الانتهاكات والتقدم بها للمحاكمة الدولية من أجل ملاحقة الجميع وكل شخص يأخذ حقه مسهل خير إلى كل المشاهدين أهلا وسهلا طبعا الأمر مانو أبدا بسيط يعني إعادة أحصاء ومعرفة الحقائق وكشف هاي القضايا من قتل وإن قتل ومن قتلوا ومن ارتكب إن كانوا أحياء لسه القتلي كمان مسألة طويلة جدا بما يخص سوريا أن بدأنا بآلية العدالة اللي بسموها العدالة الانتقالية أو العدالة بالمطلق حسب القضاء القضايا بسوريا يعني هذا النظام فعلا لا يمكن تشبيهه بأي نظام آخر قالت هالكلمة كتير هاي ولكن الدفاع المدني الآن المعذرة لا يعني مؤشرات على العثور مزيد من السجنة في سجن صيدنا يا أستاذ مهر الآن هذه الأخبار أنا أصدق الدفاع المدني للأماني هو الرواية المنطقية الأكثر أنا يعني من بداية الحديث عن حضرتك قلت يعني هذا اللي ما بيعرف تصميم السجن أنه ما وصلوا للباب الباب موصول له بس ولكن داخل السجن في كتلي من الأبواب هي هاي المشكلة داخل المسدس في الطابق الأرضي وفي بعض الطوابق أيضا فيها أبواب ما فهمت أنا يعني سئلت عدة مرات على الكودات أو اللي بتفتح الأبواب يمكن هاي الكلمة قال أحدهم من اللي كانوا موجودين اللي وصلوا بداية للسجن وشاف أنه في هذا العدد من الأبواب وما عم يفتحه معه فهي متاهة أبواب حقيقة بس لا يعني لا يمكن أنه ما تنحل وأعتقد أنه يعني الكلام اللي عم يقولوا الدفاع المدني هو كلام دقيق أنا شخص أقرب يعني ما فيني كذب أي رواية لأنه هذا السجن يعني هذا النظام ممكن تصدق عليه أي شيء وعم نشوف إله كتير فما فيك تقول تحط على مسؤوليتك أنه أنت تحكي على وجود تنفي وجود سجن آخر عم ينحكي عنه مثل ما نحكي بصيدنايا فأنا يعني كنت أجاوب على فقط الموجودين داخل السجن الأحمر اللي أنا ظليت فيه لفترة الاعتقال تبعي طيب أستاذ مهر حدثنا عن يعني مسألة الاتيان بالناس وأخبارهم بأنهم يذهبون إلى ما يسمى الحفلة وينقلونها على أساس إلى سجن مدني وبعدها يتم إعدامهم يعني اختيار عشوائي كيف؟ لا طبعا مختيار عشوائي في محاكم غالبا يعني محاكم شكلية صورية تماما تقوم بالحكم على بعضهم على حسب أحيانا المزاج القاضي اللي عبيحكم وهي المحاكم يعني هي اللي بتقرر أحيانا ممكن السجان يقتل السجناء عادي يموتوا السجناء عادي يعني هذا ببلغة السجناء والسجانين الموجودين داخل السجن بيطلعوا له شهادة وفاة أنه توقف عن القلب بسبب شلطة أو سكت الدماغية أو إلى آخره سبب يعني طبعا وهمي ولكن عندما يتم الإعدام الإعدام حصرا يتم بقرار واحدة من المحاكم القضاء نحنا يعني أنا شهدت واحدة من حوادث الإعدام بعد وصولي بأيام قليلة بتصور إلى منفردات الألف بصيد نايا وكان أمامي يعني منفردي أنا كنت بمفردي رقم عشرة كان مفردي رقم ستة فأنا بالتواصل مع أحد الأشخاص اللي كنت أحكي معهم من خلال أنا بيب المياه المواسير المي الفارغة بين المفردات قل لي الإعدام بيصير كل تنين وخميس إذا أجوا العساكر نظفوا الكريدور أو مسحوا الليلة القبل يعني مساء وأحيانا بيكون في بعض الإضاءة اللي يعني بدأ تبديل أو شي بيبدلوها فمعناتها تاني يوم في إعدام ففعلا أحد الأيام أجوا عساكر اتنين ونظفوا الكريدور اللي نحنا فيه والساعة تقريبا يعني الفجر خمسة إلا ربع الفجر نسمع الصوت ما في بالعادة بهذا التوقيت مفردات يعني تسمع فيه هذا الصوت نزول أكثر من عشرة أو اتناعشر شخص وهذا المعتقل اللي موجود بالمفردية ستة وقفوا على بابه وصار فيه حديث يعني كتير قريبين لبواب على بعض يعني ما فيه ثلاثة متار ونص لأنه هو ضيق الكريدورات تحت يعني تحت المفردات هاي فأنا عم بسمع تماما هو عم يقاومن ما بدي موت لات موتوني بعدين صار يسبن بعدين صار فيه قاومن ويبدو أنه كان يعني عنده بني قوية فحدث عراق قوي هو لحال وجوه ولكن هو نحنا يعني المفرد الصعب أنك تاخد بني آدم منه لأنه بابه ضيق فهو كمان عم يضربهم بس عم يقربهم يمكن استمر هذا العراق حوالي خمس دقائق أو عشر دقائق بعدين طبعا تمكنوا منه ولفوه وأخدوه وشنقوه يعني وانتهى الأمر بهذه اللحظة طبعا قصة ما بتنتهون فيه كتير من حوادث الأعدام اللي حدست واللي اسمعنا فيها نحن نستمع نحن نستمع وليس لدينا أسئلة صار ماهر حقيقة يعني يعني أنا ليس لدي أسئلة حول هذا الموضوع يعني هذه قصة من قصص كثيرة لا أكفي لك ياها بعد ما انتهوا من الإعدام قبل الفطور جاءوا إلى منفردتي ونقلوني إلى نفس المفرد اللي كان فيه فبشوف أنه هو راسم على الحيط روزنامة له تقريبا سنتين بيّن من الروزنامة من التشطيب عليها سنتين وتمينين أشهر وبتذكر له الآن في أحد التواريخ مطالع منه سهم وكاتب حده اليوم عيد ميلاد ابنتي كل عام وأنت بيخير يا بابا فيعني هاي التفاصيل نحن إذا بنحكيها يمكن ما بعرف لوين بتوصلنا قصص كثير يعني صيدنايا أنا ما بتصور يعايد ابنته على الروزنامة التي رسمها على الجدار نعم يعني في حياة كاملة المعتقل بالداخل هو أنت ممكن تتوقع أنه يعني بيشتاق لكل شيء في الخارج تحديداً اللي عندهم أولاد اللي تاركين عوائل اللي تاركين أهالي فالمسألة ما أنت بتتعذب فيها بس نفسياً بتتعذب على عذاب الآخرين على فقدانك أيضاً بتتعذب على يعني بتشعر بألم وتصير بتتحمل مسؤولية يعني هاي الأشياء وأحياناً أغلب الناس كانت يعني ما تتوقع السمن اللي بدأت تدفعه يمكن أنا من الأشخاص اللي اللي فتت نوعاً ما كان عندي يعني معرفة شوي بسيطة وكنت أقول أنه أنا يعني مقتنع بالأشياء اللي عم بعملها بداخل بر السجن واللي أوصلتني يمكن للسجن اللي هي أنه أنا عم طالب حرية أو عم طالب ديمقراطية أنا بدي هون نواه على نقطة اليوم نحن عم نعيشها لهي المفصل اللي نحن واصلين له يعني بسوريا يعني هي توصية ومو بس بمعنى توصية فوقية ويمكن رجاء للأطراف السوريين أنه نحن ما أنا عاجزين نقاوم أي طغيان بالعالم يعني سوريين بالنهاية أنا بقناعتي هنن اللي أنه هذا النظام بعزيمتهم وحدهم العالم مساعدهم لا بالعكس ربما يعني تساعد ليخليهم بالوضع اللي كانوا موجودين فيه وكل العالم عم بحكي أنا وفيه كتير يعني روايات لا ناس ما بتعرف كيف كيف تبنى القضايا وكيف قامت السورة وكيف وعلى أي أسباب كيف كان الوضع الاجتماعي والسياسي في سوريا حتى السوريين أنفسهم فيه كتير منهم شرائح بعيدة عن الحقائق وعن وضع النظام ووضع بقية الناس وآلامه والناس والسوريين ساكتين نحن كنا ما نتحدث لبعضنا ما عم بحكي أنا يمكن أنا كنت أحكي كتير وإنشط وأتحرك بس بعرف يعني الناس وهي القضية أنا ما بتخيل أنه نحن رح نتنازل بحياتنا عن حريتنا للتمن اللي دفعنا واللي عم نشوفه كل يوم هذه رسالة مفهومة أستاذ مهر يعني لا يفكر أحد بأن يكون مستبدا جديدا في هذا البلد هذا ما تريد أن تقول أبدا أبدا ونحن كسوريين رح نكون منتبهين جدا لأدق التفاصيل ويعني لأي طرف في سوريا يريد أن يمنع أي طرف آخر حتى لو ما كنا نحن حقه في الحياة وفي الحرية وفي الكرامي وأن يكون متساوي معه بكل شيء يعني يعتقد الكثير من السوريين بأنه لازمت إلى الأبد انتهت أستاذ مهر شكرا جزيلا لك من برلين السياسي والحقوقي والمعتقل السابق السوري الأستاذ مهر أسبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر